هذا اتفاق مهم كبير أولاً المأساسة دي الحوار الاجتماعي كما نادى فيها صاحب جل الله اليوم كان نزلوها الميدان واتفقنا بأنه قد يكون واحد اتفاق دي المأساسة دي الحوار لغادي يكون فيه لجان جهوية إقليمية محلية وكذلك وطنية وغادي كل هذا الحوار ماشي مرة في السنة بالعدة عدة مرات في السنوات في السنة إن شاء الله يعني في السنة وهذا شيء غادي خلينا نقرب أكثر من المشاكل دي الشغيلة والقاولة الحلب في أحسن الضغف كانت كذلك مناسبة باش يكون واحد الاتفاق على الزيادة دي الأجور يعني في القطاع الخاص وكذلك واحد العدد دي الزيادات اللي كانوا في القطاع العام ونحاولوا نعالجوا خصوصاً واحد بعض الإشكاليات والمعضلات اللي كانوا متخلفين في هذه السنوات الماضية في القطاع العام اللي لقنا لهم الحل باش نصلحوا يعني نصلحوا بعض الأمو يعني غيب بغي اللي زيادة جيستيس اللي كانوا فهدي يعني أولاً هاتش كله دخل في واحد نطاق مع النقابة اللي لهم الشكر أنه دخلنا في واحد المرحلة الجديدة دي الثقة ودي العمل ودي الثمي توف هاتش كله دخلوا يد في اليد مع النقابات باش نشاء الله نلقاو شي حاجة اللي هي كتولم الجميع وهاتش في ضل الشغيلة لأن الشغيلة كان عطبوها مركز من يعني كيزة من كائز الأساسية ديال الدولة ديال الاجتماعية وخصوصاً نحافظوا عليها خصوصاً فهذه الضغف اللي هي صعبة اللي كتعافو ديال يعني الاقتصاد العالمي اللي هو يعني مقصحوا والتباعيات دياله ديال الأتمان وديال هذا فهدي كذلك نجاح اللي كنتمنوا على الله أنه غدي يزيد بنا الأمام باش نعاودوا نزيدوا في تحسين الوضعية ديال الشغيلة ديالنا ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة